السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة هذه الحلقة تم إعدادها بناء على طلب الكثير منكم ناس كتير بتسأل أحداث اليمن آخر الزمان فيه يعني قنوات كتير اتكلمت عن أحداث اليمن بس أزعم أن أنت النهاردة هتسمع كلام معظمكم هتسمعوه لأول مرة فلذلك شارك هذه الحلقة بقوة على جميع المنصات واضغط بكثافة على زر الإعجاب لايك لأن هنقولك حديث سقطت عمدا أو تم إسقاطها عمدا بتتكلم كما تظهر الصورة المصغرة بتاعة عنوان الحلقة عن محور هام جدا جدا علامة كبيرة جدا بتبين أننا في زمان الإمام المهدي ألا وهي ترحيل أو طرد أهل اليمن من السعودية انتبه معي لهذا الكلام طبعا كلنا عارفين أن اليمن في العصر الحديث هي ودولة السعودية المملكة السعودية على مدار التاريخ منذ نشأة المملكة السعودية فيه تقارب كبير جدا ما بين الشعب اليمني والسعودي وفيه إعلاقات نسب ومصاهرة يعني واندماج كبير جدا بين اليمن والسعودية حتى حدث حدث تاريخي هذا الحدث التاريخي الجميع يعلموا ألا وهو ترحيل ما يقرب من مليون ونص يمني في أعقاب حرب الخليج أيام الملك فهد طيب هل هذا الكلام له علاقة بأحداث آخر الزمان له علاقة كبيرة جدا وهتسمع كلام أنت أول مرة تسمعه طبعا اليمن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم خيرا كما في الحديث الذي يظهر أمامنا في صحيح البخاري عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن فقال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن واليمن لها دور كبير جدا في أحداث آخر الزمان وفي أحداث ظهور الإمام المهدي من أشهر الروايات علشان ندخل على طول في صميم الحكاية رواية عمر بن العاص المشهورة جدا عندما كان جالس عمر بن العاص في دمشق فقال لأهل اليمن حتى الرواية بتقول ايه بتقول ولم يكن يجلس معنا أحد إلا أهل اليمن يعني عمر بن العاص وأهل اليمن فقط عشان حد تكلموا لك الكلام موجه للمش عارف لمن لا الكلام موجه لأهل اليمن عمر بن العاص بيكلم أهل اليمن بيقول لهم إيه بقى بيقول لهم كيف بكم يا أهل اليمن إذا أخرجناكم إلى أطراف يمنكم واستأثرنا بها عليكم قال اليمانيون أفنحن أظلم أم أنتم قال بل نحن أظلم فقالوا إذن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فقال عمر بن العاص أما لو أدركت ذلك الزمان لكنت مع أهل اليمن وإن لهم الغلبة رواية خطيرة جدا جدا معناها إيه الرواديات معناها أن عمر بن العاص طبعا استحالة يكون عمر بن العاص سمع هذا الكلام أو بيقوله من تلقاء نفسي أكيد 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 سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الحديث بتاع أطول خطبة في الإسلام حفظها من حفظها ونسيها من نسيها بدأ هاي المعالم بتاعتها هاي بتظهر هاي كلام للصحابة بيقولوه زي بس مباشر بتاع أمبارح روايات عبد الله بن عمر ما هو برضو عمر بن العاص قال ابنه وعمر بن العاص سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف مكة الحديث ارجع لحلقة البس المباشر بتاعت أمبارح ولذلك الصحابة سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وخرجوا ويتكلموا فيه اللي قال سمعنا من رسول الله وفيه اللي قال كأن القول قوله ولكن في الحقيقة لا بد أن يكون سمعه من رسول الله دي نقطة عيزة نبه عليها إذن عمر بن العاص بيقول أهل اليمن كيف بكم يا أهل اليمن إذا أخرجناكم من أخرج مين عمر بن العاص قراشي من قريش إذن قريش إذن قريش ستخرج أهل اليمن طيب إمتى الكلام ده في آخر الزمان قريش عمر بن العاص رجل من قريش واستأثرنا بها عليكم يعني طردنا اليمنيين طيب في على مدار التاريخ هل تم إجلاء أو طرد أهل اليمن من أرض الحجاز الإجابة لم يحدث أبدا في التاريخ إلا أيام الملك فهد إلا أيام الملك فهد هتسمع العجب العجب في هذه الحلقة ولذلك بقولك اضغط بكسافة على زر الإعجاب لايك عايزين ننشر الحلقة ونواجه المصائب إيه اللي بتتحدث علينا وإن اللي أنتو عارفينها فقال عمر بن العاص بي اليمنيين سألوا مين هيبقى معاه الحق ومين مع الباطل مين الظالم مين المظلوم فقال عمر بن العاص من غير ما يتردد إن الحق هيكون ساعتها مع أهل اليمن وبالفعل إما تم إجلاء أهل اليمن تم إجلاءهم وتردوهم بظلم ولم يكن الحق مع الدولة السعودية في ذلك التوقيت وأجلوهم بظلم وتعسف إذن هذا ملمح مهم جدا تعالوا كمان نستمع إلى أغرب وأعجب ما يكون وما يمكن أن تسمعه من كتاب الفتن لنعيم بن حماد علشان كده معظم كتاب الفتن كان لازم يتم تضعيفه وكان لازم يتم تنحيته لأن فيه كنوز وبيكشف المسطور اسمع أغرب رواية بالأسماء في كتاب الفتن لنعيم بن حماد بيقول إيه يكون اسمع وركز قوي عشان هتلاقي حاجات غريبة يكون فيكم المهدي فيعدل ثم يموت ثم يليه من أهل بيته من يعدل ثم يليه من يدور ويسيء حتى ينتهي إلى رجل منهم فيجلي اليمن إلى اليمن ثم يليه بعد أخوه عبد الله ثم يقاتلون اليمن ثم يظهر محمد المهدي رواية في غاية الغرابة ومحتاجة إن انت تركز معايا عشان تفهم الموضوع أول حاجة بتقول إيه الرواية؟ بتقول يكون فيكم المهدي فيعدل ثم يموت الإمام المهدي المقصود الإجابة لا هذه الرواية تتكلم عن أسرة حاكمة ركز معايا أوي تتكلم عن أسرة حاكمة هذه الأسرة الحاكمة هتتولى الحكم في آخر الزمان قبيل ظهور المهدي أول واحد فيه ما يبقى حاكم عادل حتى يلقب بالمهدي طيب تيجي تشوف بقى المفاجأة مؤسس الدولة السعودية الأولى أيام محمد بن عبد الوهبل هو عبد العزيز ابن محمد ابن سعود الكبير ده المؤسس الأول للمملكة السعودية هذا الرجل كان رجلا عادلا خد بقى المفاجأة وحتى أنه لقب بمهدي زمانه يبقى إذن المقصود بيمشي المهدي اللي هو الإمام المهدي المقصود بمين بهذا الرجل اللي هو يكون فيكم المهدي فيعدل ثم يموت يبقى دمين أو الواحد مؤسس الدولة السعودية كمل معايا الرواية ثم يليه من أهل بيته من يعدل يبقى خلاص يبقى دية من أهل بيته عرفنا ندية أسرة حاكمة ركز قوي من أهل بيته عرفنا ندية أسرة حاكمة طيب ويجيب الفعل من بعده من عدل ثم يليه من يجور ويسيء شفنا ناس وهكذا أي دولة أو أي أسرة حاكمة علشان تصل لمراحل النهاية لازم تبدأ بإيه بدولة فيها حزم وعدل وقوة وبعد كده يبتدي العدل يقل لغاية ما يصل الموضوع لأضعف المراحل طبعا قيل عن الرجل الذي يجور ويسيء عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود قيل أنه من جار وطبعا يعني مش عايزين نخش في تفاصيل كثيرة في هذا الأمر ثم حتى ينتهي إلى رجل منهم فيجل اليمن إلى اليمن اللي هو فهد اللي هو فهد وده حصل ولم يحدث أؤكد لم يحدث في التاريخ إطلاقا أن أجلى أهل الحجاز أهل اليمن إلا في عهد الملك فهد طب خد بقى الغرابة ثم يليه من بعده ليؤكد أن الكلام ده عن الأسرة اللي موجودة دلوقتي ثم يليه يعني بعد الراجل الملك الذي أجلى أهل اليمن إلى اليمن يمسك من بعده الرواية بتقول كده بالنص ثم يليه أخوه عبد الله حصل ولا ما حصلش حصل أنا بقولك مفاجآت مدوية في هذه الحلقة ومسك عبد الله طيب شو في الرواية بقى بتقول إيه ثم يليه مين الملك اللي بعده ما قالش كده ده دك علامة مميزة لأن ما فيش داعي لذكر الملك اللي بعد عبد الله ليه لأنه بيديك حاجة أهم إيه هي ثم يقاتلون اليمن ولم يحدث أو إن حصل قتال اليمن في عهد الملك مين آه موجود دلوقتي اللي هو الملك سلمان عاصفة الحزم وقتال اليمنيين والحوسيين والكلام ده كله حصل في عهد الملك سلمان لذلك ما قالش الملك اسمه إيه لا ده داك العلامة الأهم اللي هي إيه اللي هي قتال اليمن طيب الرواية بتقول بعد كده ثم يظهر محمد المهدي هو ده يبقى أنت دلوقتي في مرحلة إيه بالدليل القطعي أبشره أنت في مرحلة إيه دلوقتي أنت في مرحلة ثم يظهر محمد المهدي محمد بن عبد الله المهدي حديث وحلقة تستحق أن احنا نعمل لها أكثر من جزء يعني لو عايزين أن احنا نكمل الكلام في هذا الكلام الشائك الغريب على الكثير منكم اضغط على زر الإعجاب لايك وقل لنا اعمل لنا جزء تاني بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة